موسيقى موسيقى سعر تمسان مشاهدين الكرام اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سبات لايت لهذا الاسبوع اليوم سنستقبل في الاستوديو سيادة المطران جبرائيل كسار مطران استراليا ونيوزلندا في اطار زيارته الى ولاية ميشيغن اقتنمنا الفرصة وحقا هو مشكور لاتاحة وقت مخصص كان قد خصصه لنا لمعرفة الاحوال والتطورات في الجالية في استراليا ونيوزلندا اذا سيادة المطران مساء الخير اهلا بك في قناة الامي اي اهلا وسهلا بك اخرامي وبقناة امي اي وشكرا لستاذ وليد الذي يتح أيضا لنا هذا اللقاء اهلا وسهلا بك شرفنا دائما وجودك في قناة الامي اي سيادة المطران يعني بداية نتحدث عن وضع الجالية في استراليا ونيوزلندا نعلم انه عدد الجالية ليس بالكبير لكن هو في طور النمو يعني يزداد يوما بعد يوم ما هي ابرز الامور الموجودة اليوم في الجالية هناك عدد الجالية لا يزال جيد نحو اربعين الف نسمة وهذا العدد في زيادة طرد يعني تقريبا كل اسبوع عندنا جماعة قادمين من الخارج الى استراليا نعم فنحن بلد جيد ومغبول لا بل يلح عليه يعني يكون التجاه الى استراليا كما فهمت كثير من الجماعة في لقاءات هذه الى ايام يتمنون ان يأتون الى استراليا لان المساعدات كثيرة والمناخ يساعد والجو والمحيط يساعد على هذا الشيء وهذا يفضل نعم الله تعالى برضه تعالى تأكيد فيما تعلق بالكنيسة سيادة المطران هل هناك شيئا تود الكنيسة تعرفية للخدمة حيث وجدت الجماعة يجب ان تكون الكنيسة لتخدم الجماعة وتقدم الى كل الخدمات الروحية والاجتماعية وايضا في بعض الاحيان الادبية فنحن ايضا مهتمين جدا بهذا الموضوع ونحن في استعداد جيد لقبول الوافدين وخصوصا كل وافد تقريبا نلتقي به ان لم نقل في فترة قصيرة ولكن في اقرب فرصة نلتقي وفي ملبن لنا لجنة دائما على اتصال بالقادمين وفي سدني حاليا ايضا شكلنا لجنة مكونة من أدة اشخاص وعدها التزامات لا بلعدها علاقات ايضا مع الحكومة لكي نقدر ان نستقبل الوافدين لا نساعدهم ماديا لان الحكومة تقوم بهذا الواجب ولكن لكي نرعاهم لكي نساعدهم لكي ندلهم لكي نكون واقفين الى جانبهم وتعرف هؤلاء امدى جماعتنا وهم اعزاء علينا بالفعل يعني هذه الحلقة هي مفقودة للأسف بشكل واضح في ولاية ميشيقين فيما تعلق برشاد اللاجئ رشاد العائلة نظرا للعدد الكبير نظرا ربما للظروف الاقتصادية وما شابه ذلك اذا انتم تعلمون انا اشعر في سدني وملبن كأننا عائلة واحدة ونحن دائما قريبون الى الوافدين والوافدون قريبين الينا لاننا نعرف انه لهم مستقبل كنيستنا في استراليا ونزيلانيا اذا انتم تعملون بيد مع منظمات اخرى منظمات كتهتم بالهجرة والناجئين ممنوع من المنظمات التي تشتغل في الهجرة ان نعمل معها ولكن نحن نستفيد من الظروف ايضا من بعض العلاقات وايضا نستفيد من الاهل دائما نوصي من له اقارب من له اصدقاء وافدون الى استراليا كهجرة ان يخبرون بذلك ونحن نفتش عن ذلك وخاصة هذا الموضوع اقول بكل صراحة في مدينة ملبورن الان بدينا كان ادنى انا من جيد تقريبا ازور الجماعة كلها ولحد الان زائد انزرت اكثر من 1730 عائلة بس مع هذا اليوم شكلنا لجنة تكون اكثر مساعدة لنا ان نزور العوائل اعضاء هذه اللجنة فيها من لهم علاقات ومنظمات الاجراء لانه ممنوع منظمة الاجراء ان تعطينا اسماء الوافدين طيب سيدنا كيف هو تعامل يعني المجتمع الاسترالي والحكومة الاسترالية مع القادمين هل يعني يشكلون مشكلة ويشكلون بدأ التعامل هو جيد جدا وحقا انا اشكر الله تعالى عن النعمة التي اعطانا اياها ان نكون قريبين جدا من وزير الخزراء هو من احد اصدقائنا الحزاء ونعنوا على علاقة جيدة معهم ونعمل سوية والحكومة ايضا تستغبل الوافدين بكل ترحاق ولكن دائما تعرف هناك بعض المشاكل وهذه مشاكل تأتي يقول البعض عن سؤنية بس نقول لا تأتي لان جماعتنا لا تعرف الانجليزية جيدا ولا تعرف في القوانين جيدا وهناك ايضا من يستغلهم فاذا نحن في علاقة جيدة مع وزارة الهجرة ذكرت نقطة جدا مهمة هي استغلال الوضع اللاجئ القادم حديثا وهذا الشيء ايضا موجود في الولايات المتحدة تحديدا في الولايات ميشيغن ما هو دوركم هنا في ارشاد الناس بان يستفيدوا من الجهات الصحيحة ولهذا قلت لك ان شكلنا هذه اللجنة في ملبن هي لجنة من الكنيسة الاباء الكهنة هم يفتشون ولكن نحن الان شكلنا لجنة ميكونة من تسعة اشخاص يعفو سبعة اشخاص وبرئاسة تحت الاباء الكهنة وهؤلاء بدوا يعملون من اجل الوافدين لكي يوفروا لهم ليس فقط الوارد الجيد ولكن المحيط الجيد لكي يقدر يتحركوا ويكملوا حياتهم اليومية سيدنا اليوم الوضاع في سوريا يعني متأزمة خاصة في ظل الأخبار التي تتحدث عن رجوع الاف العراقيين إلى العراق وتعلم الوضع في العراق غير مستقل اطلاقا اليوم ما هو دوركم في محاولة دفع عجلة الهجرة خاصة استراليا لديها وضع خاص كما اشرت في حديثك انه وضع ملاء بعض الشيء لتقبل عداد اكبر من اللاجئين ماذا تفعلون في هذا الصلاة؟ في لقائي مع وزير الهجرة الاسترالي كريس بون تكلمت عنه في هذا الموضوع وتحدثنا لفترة طويلة عن هذا الموضوع وكان يعدنا خير ويقول انهم قد شكلوا لجنة طواري وانهم مستعدون ان يعني يساعدوا هوداء في الهجرة ولكن انا بعدما خرجت صارت الوقت بعدما تركت استراليا فاتصلت مع الذين يعملون معي في هذا خصوص ووعدونا خيرا ولكن تعرف الاجراءات القانونية دائما تأخذ وقت بينما الاوضاع في سوريا تسيلوا بحجلة وبسرعة بالفعل لكن بشكل عام يعني معدل الهجرة الاسترالي هل هو في تزايد ام في تناقص؟ نو هو في تزايد يعني انا حزب احصائيات التي عندي بالنسبة للأبرشية او الكنيسة 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 بالأحرام وطايفة نحن كنيسة فنحن تقريبا في زيادة ما بين 400 الى 500 عائلة سنويا فهذا يعني انه عندنا وافدين تقريبا كل اسبوع او كل يوم يعني عائلة بس هذا هو معدد مضبوط 100% سيدنا يعني الكثير من اللاجئين في دول يعني سواء كان في سوريا او في دول اخرى كتركيا وما شابه ذلك كانوا دائما يشتقون من ان المعاملة مع معاملة الاجراء في استراليا او الى استراليا تأخذ وقتا طويلا تحتاج الى عمليات طويلة جدا ربما شخص ينتظر سنة او سنتين او اكثر 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 من ذلك في الوقت فتحت السيد الوزير في هذا الموضوع وبيني انه هذه الاشكاليات تأتي لان المساعدات التي تقدم الى الوافدين يعني المهج الهجرة هي كثيرة ولهذا لا يمكن ان يقبلوا اعداد كبيرة وبعض الاحيان هناك في دول خصوصا في تركيا حيث ما سمعت نعم ما يموت انه اكب في التواطو بين خطوط الجوية وبين المعنظمات وهذه ولكن بفضل احد كهنتنا الممتازين جدا الاب فرانسوها الامور تصير نحو الافضل والاحسن نتمنى ذلك نعم نتمنى ذلك حقيقة فيما تعلق سيد مطرام بالتنظيمات السياسية اليوم هي كثيرة تعلم ويعني لكل تنظيم لديه وجهات نظر معينة ربما تختلف او تتقاطع في الاونة الاخيرة ومنذ فترة كان هذا الشيء موجود ولكن ظهر على السطح بشكل اكبر في الاونة الاخيرة خاصة بعد موضوع رسالة سيدنا واتهامات تتعلق بالطرف الاشوري وما شابه ذلك اليوم ما هي وجهة نظرك في موضوع الكلدان والاشوريين والتنظيمات السياسية اخرامي ما كنت سياسيا ولا اكون يوم سياسيا ولكن مع هذا تجعلني الذكرى ان ارجع الى حسنة 2005 كنت في زيارة رسمية الى بريطانيا نعم بالزيارة الدفاع وبوقتها صار معي لقاء فكنت طالب وناشد بتكوين حزب واحد اسمه سورايا كلنا سورايا كلنا مسيحيين ولهذا لا نتدخل نحن انا شخصيا كمسؤول في الكنيسة في السياسة لان كل اعضاء الاحزاب هم اولادنا وهم عزاء علينا وكل واحد عنده فكرة وجيدا ان يكون ادنا افكار كثيرة ولكن لازم لما يكون ادنا هذه الاحزاب الكثيرة سبب انه نتخانك وتفرر لا يكون وجهات نظر وهذه وجهات النظر تجمع ليكون من ادى وجهة نظر واحدة متحدة وكل واحد يشتغل على طرفها لكن المشكلة عندما يكون هناك نوع من تعصب في الغاء الاخر هذا غير مقبول ابدا كل طرف يلغي قومية الاخر كل طرف يقول انه هو الاصل كل انسان يعتز باسمه يعني انت اعتز باسمك رامي وانا اعتز باسمي واثنين اتنا اسمعنا صحيح هذا هو واحد يلغي الاخر القبول الاخر هو فضيلة وهو شيء جدا مقبول تعرف ان المثلث الرحمات قداسة البابا يوحان ابو الوسط الثاني كان محبوب ومرغوب واعلن طوباوي بسبب انه كان يدبع مبدأ قبول الاخر كان يقول اقبل الاخر على ما هو واذا انت تريد ان تبدل رأيه كن جيدا كن صالحا كن مثالا جيدا فهو شخصيا وبدون اشعر يتحول الى ما انت تتؤمن به بالفعل يعني دائما للكنيسة يعني سلطة ابوية سلطة رعوية دائما تحترم من قبل الجميع هل تعتقد ولازم يحترمون الجميع كذلك ملازم نكون محترمين نحن ملازم نحترمون بالفعل هذا موضوع جدا مهم في الكنيسة لكن انا تعتقد انه اذا ما كان هناك نوع من التعاون في اطار هذا الموضوع موضوع الاحزاب السياسية ووجهة النظر اذا كان نوع من التعاون ما بين كنيسة الشرقية والكنيسة الكلدانية مثلا بشكل خاص لبلورة وجهة نظر معينة تدفع الاحزاب هذه حتى تجلس وتتحاور وتتفق على الصيغة معينة نحن لا كنيسة شرقية ولا كنيسة قلدانية نحن كنيسة المشرق ونحن كنيسة واحدة ومع كل الاسف هل انكسامات دخلت لاجل غايات ولكن نبق نحن كلنا مثل ما يقول مربوص لنا ايمان واحد ولنا معموذية واحدة ونداول قرنان واحد هذه هي الكنيسة وهذا هو مبدأ الكنيسة وما يفرق ليس من الكنيسة لكن يعني هذا كلام جميل كلام رائع لكن الواقع للأسف هناك بعض الاحداثيات في الواقع تقول غير هذا الشيء أكيد أكيد هذا الشيء موجود ومسلم به ويقع يصير لأنه في عائلة واحدة الأب والأولاد يختلفون ولكن مو أن هذا الاختلاف راح يخرق مشاكل راح يخرق بعض أمور تحدث لفترة معينة ويمكننا التحل بالتفاهم وبالأخذ وبالعطاء وأيضا وهذا شيء مهم بالتنازل عن بعض الأراء ما يمكن كل واحد يلتزم رأيه أنه هو الصح والغير والغير هو الغير هو على خطاء هذا نوع من التكبر أو من الأنانية أو من الغطر سما تريد أن تسميه بالفعل سيدنا سنتحدث عن هذا الموضوع أكثر بعدما نأخذ فاصل إعلاني مشاهدينا ونعود إلى برنامج سبوتلايت لهذا الإسباب وفقوا معنا 24-7 Washington DC area careers in CIA's national clandestine service This is Wayne County Treasurer Raymond Vojtovich with a reminder to all who have entered into a stipulated payment agreement for delinquent taxes Your next payment is due July 25th It is most important to make this payment to avoid foreclosure I don't want to take anyone's property but I am required by law to collect delinquent taxes If you have questions, contact our office Let's work together Avanti معرض المفروشات الأكثر تميزا وجودا لديهم صالة واسعة تضم المفروشات العصرية والتقليدية وما يتناسب مع جميع أزواقكم أجمل ما يمكن أن تضعوا في غرفة النوم الجلوس أو الطعام بالإضافة إلى مقتنيات المنزل الأخرى من مفروشات خفيفة لتجميل الزوايا والجدران في Avanti Furniture تجدون الثقة والمعاملة الجيدة وهم يتعاملون مع أهم الشركات العالمية للمفروشات Ashley, Universal, Home Design, Coaster, Ico, Benity وغير من الأسماء الرائدة في عالم المفروشات كل هذه المفروشات ذات الجودة والجمالية تحصلون عليها بسعر الجملة فقط في Avanti لا تضيعوا عليكم فرصة امتلاك أثاث جميل ومنزل رائع زوروا Avanti واسألوهم عن برنامج الدفعات الشهرية والآن يعلن Avanti عن تشكيلته الجديدة من شفاري تشيرز لمناسبتكم السعيدة والمميزة بإمكانكم الاتصال والحجز على الرقم 586-977-1810 تساعدك Western Union على فعل الخير أكثر في شهر رمضان المبارك أرسل هديتك نقضاً لمن تحب يمكنك أيضاً زيارة الموقع Western Union Ramadan.com للعب مع العائلة والأصدقاء حول العالم عبر الإنترنت لتتبرع Western Union بـ 240 ألف وجبة طعام مدرسية إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة إلعب أكثر لتزيد من عطائك مع Western Union هذا الرمضان سوف يعم العطاء Western Union, moving money for better Central Michigan University in Metro Detroit Yes, right here in Metro Detroit It was exceptionally helpful to work with a staff who knew what the demands of a working parent were Learn about the wide range of quality adult-friendly degree programs available at CMU's seven Metro Detroit centers Take a leadership role in your career with a quality degree from Central Michigan University in Metro Detroit Quality degrees, convenient formats, seven local centers ibern probabilanni مختار بيض مختار مخططтории إنما الألم عمران بن إيمان الجلد في الجلد أنا 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 لازم تعرفوا كلكم ان عمري محاسي بحقك أبوكو كان عايزي أملوكو مستقبلها جمّنوا بالحرام لا بي ملف ولا شكل دف ولا دا أمل ولا دا أمل لا انا عايز عايش دي صفقة هونغري ما عنديش استعداد حد إضاياها مني أبدا تبتوضل مني حاجة ممكن تضمرني وتهد كل اللي أنا بريده ليه إحنا بالزاد؟ وكل الناس اللي أضعف حضناهم دلوقتي عرفتي ربنا ما عرفتهوش من سمان ليه؟ روح للمه وقللي هفلي ليلة يا سورة ابتقل ما عندكشي لغوة اشتاني هيقلي ان انا كده أمل له مستقبله وبنقزه تعاليني بسمهم لما يضخرها صلاة صلاة العام اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في مرنامج سبات لايت ونستضيف في هذه الحلقة سيادة المطران جبرائي الكساب مطران استراليا ونيوزلندا في إطار زيارته إلى ولاية ميشيغن للحديث عن الكثير من المواضيع الهمة معه بالتأكيد اهنا بك سيادة مطران مرة أخرى في قناة لمية كنا نتحدث قبل الفاصل اعلاني عن الأحزاب السياسية وعلاقة الكنيسة بها وأشرت في كلامك أن الروح التآخي والمحبة والتعاون هي يجب أن تكون سائدة وهي سائدة على مستوى الشعبي ومستوى الكنسي أيضا بشكل كبير لكن الخلافات قائمة على مستوى الأحزاب بشكل أو بآخر بنسب متفاوتة دعني يعني أتطرق لموضوع الكنيسة دينيا أو إيمانيا أو عقائديا بتعبير أذق هل يصح أن يكون قاس مثلا من الطائفة الأشورية أو يعني أن يخدم في الكنيسة الكلدانية مثلا أم لا ترجع به ذكرى إلى سنة ألف تسعمية وثمانية وثمانية سبعة تشعين وثمانية وتسعين يوم كنا في اجتماع في شيكاغو بين المثلثة الرحمات الباتريارك رفايل بداويد وغلطة الباتريارك معدن حالي وكنا قد قررنا في ذلك الاجتماع قرار ليس رسميا أنه إذا وجد في قرية كاهن كلداني الكل يمارسون عبادات المدينية في كنيسة كلدانية وإذا كان في تلك القرية وفي تلك المدينة كاهن من الكنيسة الشرقية والأغمال السمية الثورية من الكنيسة الشرقية الكل يمارسون عباداتهم وتقوسم الدينية هناك فإذا هذا اتفاق موجود حاصل ولكن الظروف مع كل الأسف بعض المرات تحكم وتبدل كثير من الأمور وهذا أيضا ما يقدم الكنيسة بالتأكيد ولا يقرب بين المؤمنين أنت عرف جيدا أنت كما قلتني من ميرغاسور لنا كثير من الحوائل الرجل كلداني والإمرأة من الشرقية في تزاوج في صلاة قرابة في كل شيء ولهذا أنا من وصلت إلى أستراليا وهذا أقول لا حتى أفتخر بنفسي والكل يسمعوني أنه سنة 2007 احتفلنا كنيسة الشرقية والكنيسة الجاثريقية والكنيسة الخلدانية احتفلنا بعيد القيامة سوية واستقبلنا المهنئين في قاعة كنيسة مرتومة في سدني جميل ولحد الآن نحن في زيارة أنا قمت أكثر بالزيارة من 150 عائلة من الكنيسة الشرقية ليس بمبادرة مني ولكن هم يطلبون سينا تفضل عندنا فأنا الشعب هو شعب مؤمن وشعب بسيط ونحن كلنا أولاد عائلة وحدة ومتزاوج تقارب جيد جدا وهذا حتى الآن مثلا كثير من طلابنا في استراليا يدرسون في المدرسة الآثورية وكثير من طلاب الكنيسة عفوا الكنيسة الشرقية يعني من لهم أب أو أم غير كل ذلك يتناولون تناول الأول في كنيستنا فنحن على علاقات جيدة بس تفقنا على مستوى رسمي لا يعني هذه الحواد التي ذكرت حقا هي مشهودة ومعروفة بطبيعة الحال في استراليا ولكن شيء غير موجود في دول أخرى مثلا في الولايات المتحدة أو في معظم البلدان للأسف الشديد كما أشرت هل تعز ذلك إلى ضعف المواقف من قبل قيادات الكنيسية في هذا الإطار أنه لا تتخذ موقف جدي وحاسم ورسمي حتى يعني تعيد المياه إلى مجاريها أكيد نحن بحاجة إلى اجتماع يجمع الطرفين ونتحدث بكل صراحة ونبتعت عن التعصب وعن الطائفية وأيضا أحيانا عن التكبر والإعداد بالنفس نحن فقط لا أنا الكبير عظيموني هذا شيء غير مببول نحن اليوم لازم نكون على مثال ربنا يسوع المسيح أن نتقارب واحد لله بالتواضع وبالمحبة وبالتسامع وبكل الأمور التي تقربنا لا لشيء لا لكي يمجدنا الناس ولكن لكي يتمجد في شخصنا اسم الرب يسوع المسيح هذا ما نتمنى حقيقة سيدنا ننتقل إلى موضوع آخر وهو الكهنة الشباب يعني مبدئيا هل لديكم في استراليا كهنة شباب في الوقت الراهن نحن جدا حديثون وجودنا في استراليا يعني أنا صار لي مطرانسل تقريبا بعد ما خلص ست سنوات والجماعة موجودة هناك كلها بعد الحارب الخليج الأولى بعد 1990 فتعرف نحن بعد 20 سنة لنا 22 سنة فهذا موضوع شوئي يحتاج إلى وقت لأنه الجماعة حاليا محتاجين إلى أولادهم يساعدهم ومع هذا لنا اثنين تناميذ في السمنير واحد يدرس في استراليا والأخ يدرس في العراق ويعني نأمل عن قريب يكون رسامتهم كهنة ونتوقع أن يكون أدنى دعوات أدنى واحد راح صار راهب كبوتشي يعني الدعوات موجودة بس يدلها رعاية ويدلها وقت سيدنا هل أنت بحاجة إلى إلى؟ أنا شخصيا أؤمن بالشباب ولهذا دائما تلاحظ في الفترة الأخيرة مطارين لنا كلهم شباب كل المطارين الذين صاروا كلهم أقل من 50 سنة عمرهم هذه فالعلامة أن الكنيسة تريد جدد نفسها هذا جميل وهذا ليس شيء يعيب هذا شيء يقوي ويشدد عزائم ونحن فرحون جدا من كل مبادراتهم بالفعل وهذا أيضا نفض الشارع يشعر بأهمية أن يكون هناك تجدد في روح الكنيسة هذا جميل جدا فيما تعلق بالكهنة هل أنتم بحاجة إلى كهنة آخرين؟ أم العدد كافي يا رب عني لدينا قد هم مرتين إلى 50 بالكهنة الكافي نحن في استراليا في سدني أدنا 22 ألف نسمة فنحن الآن أدنا أربعة كهنة أربعة كهنة أثنين منهم واحد منهم التقاعد هذا بس يساعدنا في الاعترافات والآخر هو زائر والاثنين الآخرين هم يعملون معي بشبابهم يعني الحمد لله فنعنا في استرالي خمسة موزعين على ثلاثة كنائس يوم الأحد ما تعرف وين تروح وين تجي وين تكمل لأنه جمع كثير فنحن بحاجة مأسة إلى كهنة هل أنتم تعملون بالتنسيق مع الكنيسة في العراق بجلب قسان أو كهنة؟ الكنيسة في العراق أيضا بحاجة إلى كهنة بس مع هذا دائما ننسق الأمور ونحاول نسد الفراغات بعض مرات يعني مجبرين سيدنا أشارت إلى أن هذا التجدد في روح الكنيسة اليوم هو هام جدا وربما سيساعد على جذب الشباب اليوم يعني شباب خاصة الذين يعيشون في الغرب والمولودون مثلا في أمريكا أو في استراليا هم بحاجة إلى من يحتضنهم إلى من يرشدهم إلى الطريق الصحيح كما تعلم وكما ترى جيدا أن المجتمع الغربي يتيح فرص كثيرة للضياع للأسف الشديد ماذا تقومون بهذا الصدد بنشاطات؟ الأغبار في أمريكا جدا مفلحة يعني أنا لاحظت شواء في زيارتي لبعض الكنيسة شفت كهنة شباب صحي شباب جدا جدا يعني بخمسة عشرين سنة وثلاثين سنة فهذا يعني في العلامة صح يعني تدل على أن صحة الكنيسة ومستقبل الكنيسة هو جيد وزهر بأسطتها ولا على بالكهنة أكيد الظروف التي يمر يعني نعيشة نحن هي ليس الظروف التي أشناها في بلء في وطننا الأم العراق وأيضا الشباب هون هم لهم أفكار تختلف عن أفكار شبابنا وهذا ما جعل أنه يكونون الكهنة المولودين في أمريكا وستراليا مقبولين من الشباب وأعتقد الدعوات هي جيدة لنحسب معرفنا أيضا عندنا دعوات من أوروبا يعني دخلوا الدير دخلوا رهبنا دخلوا الكهنة السيمينير وهذه علامات كلها مشجعة ولكن ليست كافية نحتاج إلى المزيد نعم في محور آخر فيما يتعلق بعلاقة الكنيسة بالمجتمع اليوم بشكل أو بآخر يعني دائما نجد حالات هنا وهناك يعني عندما نجد مثلا أنه الكاهن عندما يكرز أو يعظ مثلا في الكنيسة بكلام رائع جدا لكن الناس ينتبهون إلى حالة معينة إلى موقف معين إلى فعل يقترفه فدائما يقولون أنه يعظنا بشيء ويقوم بشيء آخر يعني هذه العلاقة اليوم للأسف موجودة وفي كل زمان كانت متكررة ماذا تعلق عليها سيدنا فيما تعلق بأن الكاهن يجب أن يكون القدوة والمثال لكل الناس هذا يذكرني فد ذكر أعتقد كان سنة 1956 يعني أنت مكت مولو البعض وبدأنا دراسة الفلسفة وكان معلمنا في الفلسفة ذاك الوقت المطراء الباطلير سعيد ذكر رفايل بداويت أول درس جاءت جاب معانو ورقة بيضاء وعلقة على الصبورة كان بيافة نقطة سوداء قال يا شباب شو تشوفون على الصبورة فكلتنا سأل واحد كلتنا قلنا نقطة سوداء فأجابنا وقال كل الورقة البيضاء ما شفتموها إلا نقطة سوداء فهذه هي حياة الكاهن الكاهن يضحي بنفسه يضحي بميوله يضحي بأشياء كثيرة ولكن يبقى يبقى الكاهن هو إنسان وإنسان معرض الخطأ للغلط وأيضا بعض مرات يعني الضعف البشري يقولوا إلى موضوع آخر فما لازم نحن ننظر إلى نقطة سوداء ليش ما ننظر إلى كثيرة من الإيجابيات الموجودة في حياة الكاهن الذي يضحي والذي يخدم والذي يصهر والذي يضعب وأشياء كثيرة أخرى بالفعل هذا الموضوع للأسف يدفع الكثير من الناس إلى عدم الذهاب إلى الكنيسة هذا تبرير هذا تبرير أنا حسب خبرتي أنا صالي كاهن 52 سنة أنا كاهن أخدم في الكنيسة 52 سنة ما واحد مؤمن انتقد الكاهن ما واحد مؤمن انتقد الكنيسة يجمعون صينية بالكنيسة اللي ينتقد هو ما يروح على الكنيسة وما يضب بالكنيسة وما يشترك بالصينية بالكنيسة لأنه يريد يبرر نفسه نحن ما لازم نكون بس سلبية لازم نكون عندنا أيضا الجابية وقبول الأشياء التي لازم ننظر كاهن لازم يأكل لازم يشرب لازم يطلع سفرة كذا وفي كذا يعني مفت شيء جدا هل تعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك دائما قنوات للاتصال بالناس يعني من قبل مثلا الكاهن يتحدد بشكل مباشر للناس بهذه الأشياء حتى تكون هناك دراية وعدمها أكيد هذا شيء جدا مهم جدا وقد بدأنا نحن به في فرشديتنا الآن عدنا كاهن خوري كنيسة حافظة الزروع في سدن في ملبن كل شهر يجتمع مرة بكل الناس اجتماع مفتوح كل واحد يحكي شما يريد ويسأل شما يريد فلازم يكون تبادل آراء ما يمكن أن يكون الكاهن أو حتى المطرعان أن يكون ديكتاتور هذا أمر فلان شيء لا ما يصير والكاهن مسكين مجبورة يتيح المطرعان بس في قلبه مرتاح في ضميره مرتاح وأيضا الشعب بعض مرات يعني يشوفون بعض الأشياء أنا ما أدافع على الكاهن ويقول كلهم قديسين وكلهم كاملين وأنا واحد منهم أنا لا قديس ولا كامل كل واحد عنده اخطاءه كل واحد عنده ضعفه كل واحد عنده ميوله بس مع هذا يبقى أنه إذن السلطة من الله تعالى ومن الكنيسة أنه نكمل رسالة بالطريقة التي نفهمها وأنا متأكد أنه ما كاهن يعمل شيء بسؤنية إلا نادر حتى إذا غلطي الصور أنه هذا يعمله بطريقة صحيحة حتى يفيد ويبني الكنيسة جميل سيدنا المحور الأخير الذي سنتحدث فيه في الحلقة هو عن حوار الأديان يعني هذا الموضوع القديم الجديد الذي دائما يتجدد بين فترة وأخرى ولكن نحن بالفعل اليوم في أكثر من أي وقت آخر بحاجة إلى حوار الأديان خاصة على ضوء ما يحدث في الشرق الأوسط من تغيرات ومن تبدلات ماذا الجديد فيه على هذا الصحيح؟ أخرامي أنت شد فضل حوار الأديان لأول مرة حوار المذهب نحن لحد الآن ما متحاورين بعضنا مع بعضنا ونريد نروح على حوار الأديان وما هذا أقولك صراحة أنا أعضو في مجلس حوار الأديان في الكنيسة الأسترالية ونعمل السبب لا لأنه عندي علم واسع لا بس لأنه أعرف اللغة العربية وتعرف الإسلام هو أكثر يتوب اللغة العربية صحيح فنحن نتحاور ونتحدث بهذه المواضيع ودائما نفتش عن ما يجمعنا أكثر من ما يفرقنا وأبينا أمشينا لم نريد أو أردنا نحن نعيش حياة مشتركة نحن والمسلمين عشنا جنبا إلى جنب في العراق وفي كل دول العربية وهنا أيضا موجودين ونحاول دائما أن نتعاون معهم ونقبل أشياء الإيجابية وما قد أعود إلى ما قلت سابقا قول البابا يوحنا بروس الثاني أن نقبل الآخر على ما هو وإذا عدنا نحن استعداد وقوة وقذرة بمثلنا وبكلامنا وبتصرفاتنا أن نبين للآخر حقيقتنا وهذا جيد ومغبول جدا هل تعتقد أنه على ضوء صعود قوة إسلامية متطرفة أو لديها خطاب متشدد سيكون هناك إمكانية للحوار الأديام بعد الآن؟ ليس عند الله أمر عصير هذا ما يقول نجيل مقدس نأمل هذا الشيء ونحن دائما نصلي ونطلب من الله تعالى أن يوحد القلوب وأن يجمع الناس بما بينهم وأن نكون دائما متكاتفين وأن نعمل من أجل الخير جميل سيد المطران تحضيف كلمة أخيرة في اللقاء قبل كلمة أخي شكرا لك يا أخي على هذا النقاط طيب وأشكر إذاعة وتلفزيون أم إي آي وأشكر كل العاملين وأتمنى لكم كل النجاح مع التحيات والتمنيات إلى المستمعين الكرام وأريد أعطيف النبذة مقتصرة عن كنيسة أستراليا نعم فضل أكيد نحن في أستراليا ونيوزيلندا وبالأخرى حسب مرسوم تعييني من قلاصة البابا بني دكتس السادس عشان أنا مطران الأوكيانوس يعني يشمل أندونوسيا ويشمل ماليزيا أوكيانوس بس بكيد ما عدنا جمعناك نحن اليوم حسب يعني تخميناتنا ما عدنا إقصائيات رسمية جدا تقريبا إلى 45 ألف نسمة 22 ألف نسمة في سيدني 20 ألف نسمة في ملبن و 3000 نسمة في نيوزيلندا عدنا في سيدني ثلاث كنايس كاتدرية باسم مارتوم الرسول وعدنا كنيسة عن قريب جدا راح تمتك كنيسها كنيسة الانتقال مريم عظراء وعدنا كنيسة اسم ماريوسف قدرنا بعوني تعالى نشتري القطعة الغذر الملاصقة للكنيسة حتى نبني حليها كنيسة والكنيسة القديمة سيدة مثل بارك وفي ملبن أيضا عدنا كنيسة كبيرة كبيرة جدا جدا تسعيد ألف ومئة شخص وعدنا كنيستين أخرتين موجرتين واشترينا أراض راح نبني عليه قاعة ونحن الآن في صد شير أراض كبيرة لبناء كنيسة ومدرسة وقاعة بس يدله وقته غير الوقت ما يمنعنا الإمكانيات المتوفرة بعوني تعالى وجماعتنا جماعة سخية وتساعد أملنا أن يكون عدنا في القريب العاجل مدارس خاصة بنا ونحن في اتصال مع إيديكيشن كاثليك مع استراليا حتى نقدر أن نفتح المدارس قدرنا فترة من الزمن أن نقطع شوط كبير وقربنا أن نفتح المدرسة ولكن في لحظات الأخيرة صارت بعض المعويقات فأجلنا الموضوع عدنا ويب سايت إلى المطرانية عدنا ويب سايت إلى كنيسة ملبن عدنا ويب سايت إلى كنيسة نيوزيلندا كل واحد إذا يقدر يشوفي يقدر يدخل إليها عدنا مجلة مجلة فصلية باسم الأبرشيان اسمه نور المشرق وأيضا عدنا نشرات وعدنا مجلة أخرى في نيوزيلندا اسمه نجبة البحر وعدنا نشاطات جدا ممتازة لتعليم اللغة الكلدانية فسنويا خرجنا تقريبا خمسين ستين واحد من من يعرفون من اللغة الكلدانية قراءة وكتابة وصلاة وعدنا عدد كبير جدا جدا من الشمامسة وأنا في فترة الأخيرة رسمت حوالي 20-22 شماز ورسمنا ثلاث شمامسة إنجليين أيضا عدنا دراسات الكتاب المقدس عدنا أشياء جدا ممتازة وخاصة في الفترة الأخيرة كان عدنا الآثورين الكاثوليك الذي أغلبيتهم هم من إيران هؤلاء تضمنناهم من جديد ورجعوا إلى الكليسة وقاموا يمارسون أكيد مو كلهم بس بنتظر البقيان يجي وهم من النشاطات جدا للعمل الخيري في الكليسة جميل جميل سيدنا نتمنى المزيد إن شاء الله من هذه النشاطات إن شاء الله في لقاء مقبل تكون المشاريع يعني قد اكتملت والمزيد من المشاريع قد بنيت إن شاء الله بعونه تعالى إن شاء الله نتمنى لك الصحة والعافية دائما والتوفيق شكرا شكرا لك شكرا لك مرة أخرى الله يخليك إذن مشاهدينك كرام كنتم مع برنامج سباتلايت لهذا الأسبوع كان لقاء مع سيادة مطران جبرائي الكساب مطران أستراليا ونيوزلندا في لقاء جميل جمعنا به عبر شاشة الـ M.E.A حتى نلتقيكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى تقبلوا تحية أسرة البرنامج وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة